اشتركوا في القناة اسم ايات التهالي واصدق التبركات بمناسبة النجاح الكبير والمتميز والذي حققه معرض ومؤتمر بايدك بنسخته الثانية لعام 2019 مؤكدا ان توجيهات جلالة الملك المفدى الرشيد ودعم ورعاية جلالته كان لها بالغ الاثر في ابراز هذا الحدث الدولي بالصورة المشرفة وتشجيع القائمين عليه بتحقيق التميز من حيث الاعداد والتنظيم المتقن لفعاليات المعرض والذي كان مدعاة فخر واعتزاز وتمثل ذلك في اعجاب وتقدير ضيوف المعرض وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله برقية شكر جوابية الى صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن احمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة نجاح معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019 في نسخته الثانية واكد جلالة الملك المفدى ان الجهود الكبيرة التي يبذلها ابناء البحرين في مختلف الاصعدة هي محل تقدير واعتزاز وما النتائج الايجابية التي حققها هذا الحدث الدولي في نسخته الثانية من مشاركات دولية كبيرة ومداولات علمية بناء الا خير دليل على الجهود الطيبة التي قادت الى تحقيق هذا النجاح مثمنا جلالته الجهود الدؤوبة لصاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين في الارتقاء بمنظومتنا العسكرية الوطنية بما يحقق الخير والنماء لمملكة البحرين